برنامج مهب الإثراء الأكاديمي عندما حمل موهوبين لواء الإبداع في سنين نغذة أمتنا الشامخة يعانق بهها مات القمم إن بثقت منازمتهم إرادة صلبة نحو تدليل جميع العقبات من أمامهم من خلال إثراء إبداعات المعرفية واستحداث الأساليب العلمية والعملية المبتكرة إلى ما يحقق غاياتهم وطموحاتهم في عام 2020 ميلادي استمرت مؤسسة الملكة عبدالعزيز والرجال الموهوب والإبداع موهبة بتمهيد الطريق أمام موهوبها من خلال تمهيد برامجها الإثرائية الصيفية عن بورد في جميع مناطق المملكة باستخدام أفضل منصات التعليمية والأدوات الاستراتيجية الحديثة لتستكبل موهبة الدوري الذي وضعته على عتقها نحو رفع الوعي المعرفي والعلمي لدى الطلابة وتعزيز قدراتها هذا سليمي الأول للدعبة وهذه تجربتي ليلي كده السبب يسارة مرة ثانية السبب أن حرف الأي الأخير مختلفة أن كل شيء في موهبة مميز نقدم برنامج موهبة الإثراء الأكاديمي لطلبة الصف الثالث ابتدائي إلى الثاني ثانوي لمدة ثلاث أسابيع في أربع مسارات علمية وهي مسار العلوم الطبية والحيوية والكيميائية مسار علوم الفيزيائي والأرض والفضاء مسار علوم الهندسية مسار علوم الحاسب والرياضيات التطبيقية لحساب حسابم سيأخذك جميعاً لكي تجربة لكي تجربتك في وقت قياسي قامت موهبة بتحويل برامجها الإثرائية لنظام التعليم عن بعد وتقديمها بمستوى ينافس البرامج العالمية المقدمة في نفس المجال والفكرة من البرامج الإثرائية هي إثراء المعرفة ورفع الكفاءة وبناء الخبرات العلمية والعملية تم تدريب ما يزيد عن 220 مدرب ومدربة لأكثر من 60 ساعة تدريبية على أدوات نظام التعليم الإلكتروني واستراتيجيات التعليم عن بعد والتقويم الصفي وقد حرست المؤسسة على استخدام أفضل وسائل التقنية المتاحة للتعليم عن بعد وتوفيرها داخل نظام التعليم الإلكتروني في موهبة شارك ما يزيد عن 4,370 طالباً وطالبة لهذا العام على النحو التالي 342 طالب وطالبة في البرنامج العالمي بالتعاون مع الشركة المنفذة أوكس ميديكا ومقرها المملكة المتحدة وبتطبيق 13 وحدة علمية متقدمة في مجال الطب والهندسة وتقنية المعلومات والفضاء والطاقة وغيرها بمعدل 80 ساعة تدريبية 3978 طالب وطالبة في البرامج الأكاديمية بتطبيق 12 وحدة في المسارات العلمية الأساسية بمعدل 60 ساعة بالإضافة إلى تدريس 6 حقائب مهارية لبناء المهارات الشخصية لطلبة موهبة وليكونوا قادة المستقبل بإذن الله 50 طالب وطالبة في البرنامج البحثي بالتعاون مع جامعة الملك عبد العزيز وبمشاركة 13 باحثاً ببرامج موهبة البحثية للمرحلة الثانوية يعمل الطلبة إلى جانب باحثين علميين على أبحاث علمية حقيقية تثريهم بمختلف الأفكار لتحديد المسار العلمي في مرحلة متقدمة كما يفتح لهم باب المشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ومعرض إبداع للعلوم والهندسة يتعلم الطلبة في البرامج البحثية أساسيات البحث العلمي وأخلاقياته وتحليل البيانات واستعراض النتائج وكتابة التقارير العلمية وملخصاتها والفروج بأفكار بحثية نيرا أثر البرنامج عليك طالبة جعلني أضع بعين الاعتبار أن أضيف على قراءة البحث العلمية أكثر بين فترة وفترة لكي تصبح قراءتها أسهل وأوضح ومسقولة لدي أكثر بإذن الله في المستقبل تجربتي في الوحدة الإثرائية كانت تجربة جدا جميلة اكتبت معلومات قيمة واستفدت استفادة عالية كانت على مدار 18 يوم وأما المسار البحثي كان يطلب مننا أنشطة وهذه الأنشطة فادتني في تطوير مهارة البحث والتفكير بالنسبة لي تنوع الطلاب المشاركين من مختلف نحاء المملكة تجربة جميلة جدا وكانت مرة الأولى اللي أدخل برنامج يكون فيها هالكم من التعاون بين طلابه المشاركين وهذا بحد ذاته شيء كبير وأسعدني البرنامج كان جدا جميل عرفني على طلاب متميزين ومجتهدين في مختلف أنحاء المملكة وأتاح لي الفرصة لكي نتبادل المعلومات والمعرفة معا لم ولن تمنعنا أي ظروف من أن نتحمل مسؤولية بناء هذا الوطن الغالي موهبة حيث تنتمي ترجمة نانسي قنقر